موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته درسنا اليوم في التربية الإسلامية مكون تزكية بعنوان الإسلام فلنتابع ما هي أركان الإسلام علي رجل يصلي ويصوم في شهر رمضان لكنه يتوقف عن الصلاة بعد رمضان بماذا تنصحه؟ الجواب يجب أن يصلي دائما عمله خاطئ أركان الإسلام أولاً الشهادة تانياً الصلاة ثالثاً الزكاة رابعاً صوم رمضان خامساً خامساً الحج الشهادتان ما معنى هما؟ ما هي ألفاظهما؟ نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله الصلاة الصلاة تاني رقل من أركان الإسلام الصلاة نصلي في اليوم خمس صلوات صلاة الصبح صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب وأخيراً صلاة العشاء صلاة الصبح صلاة الصبح ركعتان صلاة الظهر أربع ركعات صلاة العصر أربع ركعات صلاة المغرب ثلاث ركعات صلاة العشاء أربع ركعات الزكاة ركن آخر من أركان الإسلام الزكاة بهدف مساعدة الفقراء والمحتاجين صوم رمضان ركن آخر وركن مهم في الإسلام صوم رمضان شهر رمضان هو شهر الذي أنزل فيه القرآن وبه ليلة خير من ألف شهر ليلة القدر ثم آخر ركن من أركان الإسلام هو الحج حج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا من لديه القدرة الصحية والقدرة المالية ننتقل إلى التمرين ضع علامة على الجواب الصحيح ما هي أركان الإسلام الفقر الصلاة الشهادة الصفر ما هي أركان الإسلام من هذه الكلمات الصلاة الصلاة ركن من أركان الإسلام الشهادة كذلك ركن من أركان الإسلام ما هي أركان الإسلام؟ الحج الحج الصفر الصوم العمل الحج 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 ركن من أركان الإسلام الصوم ركن من أركان الإسلام الخمسة ما هو لفظ الشهادتان أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ما هي عدد الصلوات المفروضة؟ نصلي في اليوم خمس صلوات صلاة الصبح ركعتان صلاة الظهر أربع ركعات صلاة العصر أربع ركعات صلاة المغرب ثلاث ركعات صلاة العشاء أربع ركعات إلى اللقاء وبتوفيق ترجمة نانسي قنقر